الاتحاد الاوروبي بيقول نتانياهو يريد تهجير واحد وسبعة من عشرة مليون فلسطيني وشهد شاهد من اهله اهو ده مين اللي بتكلم ده الاتحاد الاوروبي وعلى لسان جوزيب بوريل بيقول انه هجوم اسرائيل المحدق على رفح سيؤدي الى وقف تدفق المساعدات وقال على موقع اكس انه رئيس الوزراء الاسرائيلي من يمين نتانياهو ينوي تهجير واحد وسبعة من عشرة مليون فلسطيني الى وجهة مجهولة نعم مش مجهولة ولا حاج ده معروف هو عايز يهجرهم الى سيناء عايز يهجرهم فين الى سيناء واحنا قلنا يعني ما هو يا جماعة خلينا نفكر بس بالراح القصة كلها عايزين يجيب الفلسطيني عندنا عشان يفضوا الارض احنا قلنا يا جماعة لا احنا يعني لو كان على المليون ونص ولا اتنين مليون ولا تلاتة مش مشكلة خالص معنا عمدنا تسعة يعني بجملة يعني خلاص لكن القضية هتنتهي فقلنا لا يقوم ناس تشتمنى افتحوا المعابر اخواتكم بيموتوا نفتح المعابر واخواتنا بيموتوا عشان نحميهم قضيتهم ضاعت هيقولوا انتوا اخوانتوا القضية وانتوا اللي فتحتوا الابواب بالتفاقية عشان تاخدوا مقابل افلنا الابواب وقلنا اندخل مساعدات انتوا قفلين الابواب علشان خاطر اخواتكم يموتوا جوا احرم عليكم اتقوا الله انتوا ناس كفره انتوا ناس ملاعين انتوا مع اليهود انتوا 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 ازا كان النهاردة سموت ريتشي بيقول ان احنا اللي بنغزي حماس بالسلاح ادي اسرائيل ضدك وبتهجمك وبنهجمها وبنجتمها للمنهار رسميا وشعبيا واعلاميا يقولك انتوا اللي بتدوا سلاح لحماس ده مصر هي المقاوية الفلسطينيين ده مصر هي ده جامل اسرائيل كلها على بعضها بتكره مصر ضد مصر ليه عشان ما وقفها مع الدولة الفلسطينية مع اقامة الدولة الفلسطينية النهاردة راجل بقولك ده عايزين يقيموا دولة على حدودنا هم بتوعب فلسطين بتوع اسرائيل فبالتالي الجانب الاسرائيلي كله بيهاجم مصر كل الاسرائيل بيهاجم مصر ليه عشان ما وقفها الداعمة للشعب الفلسطيني وحقوق الجماعة الامريكان الرجل هجيلكوا دلوقتي وبيقولك ده انا اقنعت الرئيس السيسي ان يفتح البعابر الرجل الخرفان بيخرف 100% هجيلكوا دلوقتي يوم الاخوان ياخدوا كلام ويقولوا ايه الحق شغالين ليله ونهار كلاب الاخوان والله والله ما رأيتوا احقر من هؤلاء ولا قرأتوا في سير الكلاب والحمقى اسوأ من هؤلاء مش ممكن مش ممكن احتفى هؤلاء بتصريح مكذوب قالوا مندوب اسرائيل في محكمة العدل الدولية قال لك ايه الحق ده بتاع اسرائيل قال اللي مصر قف المعضة ايه الحق ده بايدن قال اللي مصر يا سيدي ما انت بتقول عليه مخرفوه بزهايمر ويه اول ما تكلم على ما تقول اه ده هو اللي قال فعلا يا جماعة اعمال العقل شيء من الجنون اعمال العقل شيء من الجنون